فكرة استشعار الخطر والمقارنة أو المقاربة ما بين 36 وهذا المشهد الانتخابي طب خليني حتى هقولك يعني حضرتك عزيز المواطن برضو عشان تبقى فاهم والله أنا ما يعني بتكلم معاك بدردش وبنحلل مشهد ما احنا يمكن خلال الأيام الطويلة الماضية على المدار أكتر من شهرين كنا بنحلل المشهد الفلسطيني بس تعالى نحلل المشهد المصري وتحديدا تحركات الإعلام بتاع الإخوان صحافة الإخوان، سوشيال ميديا الإخوان، أزناب الإخوان، خدمين الإخوان إلى آخره يعني عشان فيه خدمين الإخوان يعني فيه إخوان وفيه الخدمين بتوعب يعني هو محمد نصر ولا معتز ولا إذا كان سياسي من هنا ولا من هنا فيه شوية خدمين بتوع الإخوان تعالى بصوا على المشهد كويس تعالى نسأل أول سؤال أنا عندي مشهد سياسي مهم جدا ويمكن على رأي دكتور محمد مندوح مبارح كنا بنتكلم فيه مشهد بدأ بالاستراتيجية الوطنية العامة الأهلي في ديسمبر 21 وبعدها بأربع شهور كان فيه إفطار الأسرة المصرية فأعيدة تفعيل لجنة العفو ثم تم إطلاق الحوار الوطني صح؟ تمام آخر حاجة فيه هو المشهد الانتخابي الحالي بس أخدك من أول راهن الإخوان وأزنابهم وشوية الناس اللي بتخدمهم خدمين القعدة الإخواني على فشل مشهد العمل الأهلي المصري فنجح فدي كانت صافعة طيب راهن الإخوان وأزنابهم وخدمين قعدة الإخوان على فشل لجنة العفو أو إنه هي مش هتعمل حاجة فأفرجت عما يزيد عن ألف وتمنمئة اسم وشخص وكدر راهن الإخوان وخدمين قعدت الإخوان على أسماء بحد دتها وقال لك دول احتمال يطلعوا فطلعوا راهن الإخوان وأزنابهم وخدمين قعدت الإخوان على إنه حتى هذه الأسماء التي تم العفو عنها لن تشارك في العمل السياسي فنقولك إن هم موجودين جوه الحوار الوطني يعني تم العفو عنهم مش بس كده ولم يعتزلوا السياسة وإنما شاركوا في الحوار الوطني وشاركة مباشرة وحضور جلسات ومناقشات وما إلى ذلك راهن الإخوان وأزنابهم وخدمين قعدت الإخوان على إنه الحوار الوطني لن يثمر فوجدوا إنه المعارضة المصرية من أقصاها لأقصاها موجودة وبتتناقش وبتتكلم وبدأت توصل للتفاهمات وبدأت أن نوصل للمساحات المشتركة والأرضية المشتركة خصوصا إن كل من هؤلاء كل هؤلاء المشاركين رفضين الإخوان أصلا بس كده؟ لا ده فيه راهن تاني راهن الإخوان إنه المعارضة المصرية مش هتبقى جزء من مشهد الانتخابات الرئاسية فكانت حتة صفعة الحقيقة مزهلة مخيفة صوتها جاب لآخر الدنيا وفعلا ودون مبالغة صوتها جاب لآخر الدنيا أنت فيه عندك مرشح معارضة 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 بس كمان بتاع السياسة مش معارضة لها فنجارة بقى رجل فاهم بيقول إيه وبيعمل إيه تحبه ما تحبهش تتفق معاه ما تتفقش معاه تتفق معاديلوجيته لا تتفق معاديلوجيته مش دي القصة لكن رجل صاحب تاريخ رجل صاحب نضال حقيقي رجل صاحب وجهة نظر متواجد جوه المشهد الانتخابي حتى آخره حد اللحظة اللي احنا بنتكلم عنها ان شاء الله لحد نهاية يوم الثلاث فكانت صفعة سمعت في العالم سمعت في العالم من أولي الآخر الزيوس هقولك لأنه العيال بتاعت الإخوان مهمة كمان برضو الحقيقة العيال دي مدعومة من أجهزة ومدعومة من دول ومدعومة من أنظمة تمام فكلها سمعت إيه ده معارضة وموجود في المشهد وبيمارس حقه الكامل في أنه يبقى فيه عنده حملة ويبقى فيه لقاءاته ويبقى فيه ندواته ولقاءات تلفزيونية وحوارات في الجرائض والصحف والمواقع وله متحدثين وله مواد دعائية موجودة في كل مكان الله لا لا فحتى دول العالم التي تصف نفسها أنا رأيي زورا وكذبا وبهتنا بأنها دول العالم الحر في كثير منها ليس حرا على الإطلاق وإنما يحاول استعباد الشعوب وإمتهان الدول والأوطان فدول اتصدموا المشهد الحالي ده بالنسبة لهم بالنسبة لهم وهم مشهد مخيف كارسي يعني إيه المصريين نزلوا يعني إيه في معارضة موجودة يعني إيه الناس رايحة تقول صوتها في الانتخابات وإحنا مش بنتكلم على إنه إقبال متوسط ولا لقدر الله ضعيف لا ده إقبال مزهل بل إنه أي شكل من أشكال التيسير والتخفيف على المواطن الناخب الهيئة عملتها